الترغان في الفعل المتعدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة أهلاً وسهلاً بكم مع الدرس السادس والأربعين من دروس تعلم اللغة التركية للأجانب المستوى المتوسط الثاني يابانجلال إشين تركشا إسطنبول كتاب بيكي نحن الآن مع درس الفعل المتعدي وهو درس الخواعد الأول من الوحدة الثالثة ما هو الفعل المتعدي أولاً؟ الفعل المتعدي هو أن أجعل شخص يقوم بالفعل مثلاً أكلته أنا أكلته لكن أطعمت يعني جعلت أحدهم يأكل هذا اسمه فعل متعدي باللغة التركية قصصت شعري أنا قصصت شعري جعلت أحدهم يقص شعري كستردم يعني أن أجعل أحدهم يقوم بعمل معين هذا اسمه الترغان فيل كيف نصوغ هذا الفعل؟ كما عندنا نص القاعدة أمامنا نأتي بالفعل ونضع بعده در أو حرف الت أو حرف الار متى نضعوا در؟ متى نضعوا تي؟ متى نضعوا آر؟ الفعل إذا كان منتهي بحرف ساكن نضعوا در بالحالة العامة الفعل إذا انتهى بحرف صوتي نضعوا حرف التي نعم الفعل الحالة الثالثة حالة الار يجب أن نكتبها هذه هي الفعل إذا انتهى بحرف كما نرى تشي أو شي أو تي هذه الحروف الثلاثة إذا انتهى بأحد هذه الأحرف الثلاثة وكان فيه حرف صوتي واحد عند هذا نضع في نهايته صوتي وار هذه هي القاعدة حالات شاذة مثلا هذه الأفعال فعل هذه الأفعال لا تنتهي بشي وشي وتي لكننا مع هذا نضيف لها في النهاية آر لتصبح فعلا متعدي مثلا مثلا هذا من أكثر الأفعال استعمالا خرج من بطن أمه أخرجه من بطن أمه يعني أمي ولدتني أخرجتني من بطنها أنا ولدت أنا خرجت وهكذا يعني هذه هي القاعدة الآن نقرأ الأمثلة والتمرين أولا استخدام هذه القاعدة نقرأه باللغة التركية حتى يعني يثبت في أثاني أكثر يقول أزنن الفاعل جملة دكي إش إشي الفاعل لا يقوم بالفعل الموجود بالجملة بل أنا الفاعل لكن بدل أن أقوم بالفعل أجعل أحدهم يقوم بالفعل جملة دكي إشي باشكسنا يبطردن أنلطان في اللراء اترغان تشطل في الدينير إذن يقال فعل ذو صيغة متعديا للأفعال التي تتحدث نعم التي تتحدث صغير السطر قليلا التي تتحدث عن الفاعل الذي جعل غيره يقوم بالفعل الذي في الجملة أنا فاعل لكن أنا لم أخص شعري أنا جعلت الحلاق يخص شعري أنا فاعل لكنني لم أكل طعم جعلت ولدي يأكل طعم أطعمته فالفاعل لا يقوم بالفعل بل يأمر أحدهم أن يقوم بالفعل طيب الآن نقرأ الأمثلة كما قلنا در في الحال العادية إذا لم ينتهي الفعل بصوتي ولم ينتهي بأحد الأحرف الثلاثة وهي تشي شي تي نضع در إذا كانت نهاية الفعل ساكن وليست تشي شي تي الجيران يصدرون أصوات غريبة طيب نبدأ بالقراءة الأمثلة المثال الأول كوافرة كوافرة ساشلر موكي ستير ديم جعلت الكوافور يقص شعري بالعربية نقول قصصت شعري عند الكوافور قصصت شعري هل أنا قصصت شعري؟ لا جعلت الكوافور يقص شعري المهم نحن نقول قصصت شعري على سبيل المجاز بالتركية لا قصصت يعني أنا أمسكت يدي بالمقص وقصصت قصصت جعلته يقص كس تير ديم كس تير ديم جعلته يقص شعري إذن كوافورا كس تير ديم أمرت الكوافور أن يقص شعري ساشلر مش شعري أين صيغة أمرت لا يوجد كلمة أمرت لكن كس قص تير يعني أمرت هنا أمرت الكوافور أن يقص شعري كس تير ديم تير هنا جاءت بمعنى أمرت طلبت الجملة التالية مدر المدير هو الفاعل سكرترا للسكرترا hyperi合 vad إذن لو قلنا مدر يزد المدير كتب الآن المدير لم يكتب مدير يز ضر إذن أمر بالكتابة أمر من سكرترا هذه التي تلقت الأمر إذن المدير أمر السكرترا أن تكتب تقريرا مدر سكرترا رapor يزد كما قلنا يازد كتب يازدرد أمر بالكتابة الجملة التالية نعم أركض الشم بابا صنا كندسني أفتردي صديقي جعل أباه يعفو عنه أركض شم صديقي هو الفاعل ماذا فعل؟ بابا صنا إذن لأبيه جعل أباه يعمل شيء معين هنا لا نقول أمر أباه لكن نقول جعل أباه أركض شم بابا صنا ماذا فعل لأبيه؟ كندسني عن نفسه أفت عفو أفتر هنا التر تعني جعله دي إذن صديقي جعل أباه يعفو عنه يعني اعتذر لأبيه قدم لأبيه هدية فعل شيء يحبه أبوه وهكذا نعم الجملة التالية المدرس أمر الطلاب أن يكتبوا موضوعا أرتمن المدرس هو الفاعل يازدرد يازد كتب يازدر در هنا أمر إذن المدرس در أمر أورنجلرة الطلابة ياز بكتابة كمпوزيون الموضوع يازدرد أمر بالكتابة يازد كتب در تأتي بمعنى أمر هنا أورنجلرة كمпوزيون يازدرد الجملة التالية أمي أمرت عاملة أو عاملة التنظيف أن تمسح الشبابك إذن النعم أمي تميز لكتشي عامل التنظيف أو عاملة التنظيف بنجرالري بنجرالر الشبابك سلمك مسح هنا سل در يعني أمرت بالمسح إذن أمي أمرت عملة التنظيف أن يمسح النغافف أو أمرت عاملة التنظيف عاملة التنظيف بمسح النغافف النعم أمي سل دردي أمرت بمسح بنجرالري هنا بنجرالري أخذت لحظة المفعول به لأنها هي التي مصيحت وتمزلكتشي المنظف أخذ حرف الآ لأنه هو الذي استقبل الأمر يعني سل هو فعل مفعول به إي النوافذ ودير أيضا هي أمر الذي تلقى الأمر هنا هو التمزلكتشي لذلك أخذ حرف الآ لأنه تلقى الأمر نعم هكذا المثال انتهى حتى الآن في لا انتهت الآن متى نضع تي إذا انتهى الفعل بحرف صوتي نضع تي لكن يقول لنا هناك حالات شاذة مثلا يمك أنجاك يمك دمك في لري بكرة دي شنددر بكرة دي شنددر يعني يمك مع أن الفعل يا ينتهي بحرف صوتي لكن لا نضع في نهاته تي حقيق صحيح متعدد بل نضع يدير يعني يدير يطعم يدي أكل يدير دي أطعم أيضا دمك دي قال دي دير دي قول جعله يقول أمره أن يقول طيب فقط يعني إذا كان الفعل ينتهي بصوتي نضع تي ولا نضع در إلا في فعل يمك وفعل دمك طيب كما قلنا الآن إضافة التي نبدأ كوبك تجو كور كوتو هنا يوجد كأنش جزء من القاعدة لم نقرأه نعم إذا كان الفعل ينتهي بحرف الكي وكان في الفعل حرف صوتي واحد فإننا أيضا نضيفتي إذا متى نضيفتي؟ نضيفتي إذا انتهى الفعل بحرف صوتي أولا ثانيا إذا انتهى الفعل بحرف كي ولم يكن في الفعل إلا حرف صوتي واحد وهذه القاعدة ليست شاملة مثلا بك نقول بك ترد يعني نضع تر لكن كورك انتهى بكي ويوجد صوتي واحد فوضعنا كوركوتو وضعنا تي فقط هذه الأشياء يعني يجب أن نحفظ الأفعال حفظا وهكذا بشكل عام إذا الفعل فيه حرف صوتي واحد وانتهى بحرف الكي بشكل عام نضع له حرف تي ليصبح متعدية أو حرف تي وقبله صوتي لكن فعل بك لا يخطع لهذه القاعدة نعم هنا نعم 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 هذه حالة أخرى نعيد الفعل إذا انتهى بصوتي نضعتي الفعل إذا انتهى بكي وفيه حرف صوتي واحد أيضا نضعتي So if you lose ESPN والفعل إذا انتهى بأر أو إل لكن في الفعل أكثر من حرف صوتي أيضا نضعتي إذا أردتم أن تدوخ schools فهذه هذا الوقت المناسب في الدوخة نعيد الفعل انتهى بصوتي نضعتي الفعل انتهى بحرف الأر أو الإل إذا كان الفعل فيه حرفين صوتييين فإننا نضيفه أيضا الفعل انتهى بحرف ال K وكان فيه حرف صوتي واحد نضع حرف T وهناك حالات شدة في هذه الحالات حالة إضافة إذا الفعل انتهى بK وإذا فعل انتهى بهكذا وكذا حالات قليلة جدا لذلك قد لا نحفظ القاعدة مجرد أن نحفظ الفعل يكفي مثلا كوركت تخوف ويكفي لماذا وضعنا T وهكذا؟ نعم لأن الفعل انتهى بK وفيه حرف صوصي واحد لكن لا نحتاج لنحفظ القاعدة لأن هذه القاعدة لا تتكرر في أماكن كثيرة طيب إذن نبدأ بالأمثلة المثال أول كوبك توجو كوركتو الكلب خوف الطفلة كوبك الكلب توجو إذن الفعل كورك كوركتو خافة كوركتو هنا وضعنا صوتي وتي صارت خوفة إذن الكلب خوف الطفلة الجملة التالية يعني جعله يخاف يني أفيمي بويت مادم لم أجلب أحدا يدهن بيتي الجديد يني أفيمي لبيتي الجديد بويت مادم الآن الفعل هو بويد بويد دهن بويمك تدهين بويت مك أن نأمر أحدهم أن يدهين البيت وأن نأمر أحدهم بالتدهين إذن لم أأمر أحدا أن يدهين البيت هنا قال لم أأمر بالتدهين البيت يعني بالعربية نقول لم أدهين البيت لم أدهين البيت أنا أو لم أأمر أحدا بتدهين البيت أقول أيضا لم أدهين البيت على سبيل المجهز يني أفيمي بويت مادم لم أدهين البيت الجديد لم أدهين بيتي الجديد المثال التالي ببيي ويتنمو هل نيمت الطفل ببيي للطفلي ويومك النوم ويو ويتنوهم ويتن نومت أو نومتي مو هل هل نومت هل نومتي الطفلة ببيي ويتنمو الجملة التالية طيب تقول أجفف شعري بعد الحمامي طيب كرمك جفاف كرد جفاف كرد مك تنشيف يعني كرد شعري جفاف جفاف بنفسه تركته خرجته من الحمام ولم أستخدم مجفف شعر ولم أستخدم سشوار ولا أي شيء شعري جفف أو لكن إذا أردت أن أقول جففت شعري جربت المجفف شعر وجففت شعري إذن أقول أو أجفف شعري وهكذا هذا التجفيف للشعر تجفيف نعم أي شيء يريد أن أجففه ويقول كرد مك استيرم كرد يورم وهكذا كرد مك تجفيف كرد مك جفاف الجملة التالية أكشم يمي إيشين لو كانت يير أير تم حجزت مكانا في المطعم من أجل طعام العشاء أكشم يمي إيشين من أجل طعام العشاء لو كانت دا في المطعم يير مكان أير مك فصل أير د إن فصل أير فصل يعني إذا قلتو نحن إنفصلنا أيردك إنفصلنا بعدنا عن بعض إفتعدنا عن بعض لكن أير تك أير تك فصلنا شيئين عن بعضهما هنا يقول فصلتو أي حجزتو طاولة في المطعم من أجل طعام العشاء أكشم يمي إيشين لو كانت دا يير أير تم يعني حجزتو مكان أير تم هنا الفعل انتهي بحرف الار في حرفين صوتيين لذلك وضعنا حرف ت للتعدي طيب الجملة التالية كل قيافة دوزلت مليسن دوزل مك انتظام دوزلت مك تنظيم يعني يجب أن تنظم قياف ألبستك كل قيافة يعني ألبستك دوزلت مليسن يجب أن تنظمها وهكذا فقط هكذا الآن متى نضيف حرف الار قلنا نضيف حرف الار إذا كان الفعل منتهي بشي أو شي أو تي وكان فيه حرف صوتي واحد نضعه الار الار وقبلها صوتي لكن هذه الأحفعال الثلاثة أيضا نضيف لها حرف الار مع أن الشروط لا تتوافر فيها تيكمك دويمك 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 كوبمك تيكمك خروج نعم ذهب نعم تيكمك خروج إخراج تيكارمك دويمك شبع دويرمك تشبيع نجعل أحدهم يشبع نطعمه دويمك سماع دويرمك اسماع أن نجعل الناس يسمعون دويمك ولادة الآن ماذا نقول توليد دويرمك أو ولادة شخص يعني أن تقوم الأم بفعل ولادة دويرمك أن يقوم الفعل أن يقوم أن يولد الطخل دويمك إذن كوبمك انقطاع كوبارمك قطف هذه كلها أفعال نستخدم فيها نضيف لها الأر لكنها لا تنتهي بشي وشي وثي وليس في حرف صوتي واحد الآن نقرأ الأمثلة هنا مثلا شربت القطة حليبا شربت القطة حليبا شربت القطة حليبا شربت في حرف صوتي واحد وانتهي بحرف الش لذلك نضيف له حرف الأر تصبح تشريبا شربت القطة حليبا الجملة التالية قطفت تفاحة من الشجرة قطفت تفاحة كوبمك انقطاع كوبارمك قطف قطفت تفاحة الجملة التالية أكشم يميني بشير ديم طبخت طعام العشاء بشمك انطباخ مثلا أقول بشتم انطبخت انشويت يعني من حرارة الشمس لكن بشير ديم جعلت شيئا ينطبخ طبخت طعام العشاء أكشم يميني لطعام العشاء بشير ديم جعلته جعلته ينطبخ هذا المثال ايضا انتهى الآن الأمثلة انتهت نأتي لحل التمارين عندنا 16 جمل 16 جمل ثم قصة هذه القصة نفروضوها في فيديو مستقل حتى لا نتجاوز 30 دقيقة طيب يقول لنا التمرين أشهدك بوشلوكلار أورنيكلار داكي جبي دول دورالم لنملأ الفراغات كما في الأمثلة أشهدك بوشلوكلار الفراغات التي في الأسفل أورنيكلار داكي جبي كما في الأمثلة دول دورالم لنملأها الجملة الأولى تقول بوصباح دووز بوروصوندا برابوز إذن هذا الصباح صرفت المال في مكتبي الصرفي أو عند الصرفي بوصباح هذا الصباح دووز بوروصوندا 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 من أصحاب الكلمات بوروصوندا إذن في مكتبي الصرفي ماذا فعلته بوصدر دوم بوصمك بوصدو فسد بوصدر مك تجعل الشيء يفسد يعني هنا المال بوصدر مك صرف المال تحويله من عملة إلى عملة الجملة الثانية من عملة إلى عملة ومن حالة إلى حالة يعني مئة ليرة إذا حولناها إلى خمسينتين تصبح بوصدر مك أضما كلمة إذن ركبت مكيف لغرفتي إن شاء الله أضما لغرفتي كلمة مكيف تاك تردم تاكمك وضع تاك ترمك جعلوا أحدهم يضع يعني جئتوا برجلين ووضع لي مكيف في غرفتي الجملة الثالثة نعم أورتمان أورانجلرا يرن بومتني إذن المدرس سيأمر الطلاب غدا أن يقرؤوا هذا النص أورتمان المدرس أورانجلرا للطلاب يرن غدا بومتني هذا النص أكومك قراءة لكن سيأمرهم أن يقرؤوا أكوتاجاك أكوت مك الفعل انتهى بصوته تاكي نضع تاكي فقط ثم نضع لحقة الزمن أكوتاجاك أورتمان أكوتاجاك المدرس سيأمر بقراءتي بومتني هذا النص يرن غدا للطلاب المدرس سيأمر الطلاب غدا أن يقرؤوا هذا النص الجملة الرابعة في عطل نهاية الأسبوع أذهب إلى الحلاقي وأجعله يقص شعري أمره أن يقص شعري في عطل نهاية الأسبوع بربرا إلى الحلاقي أو نعم جديب أذهب هنا نستخدم الجنج الزمن لأن الفعل يتكرر كل عطلة أسبوع كل نهاية أسبوع جديب سانشلار م كستير أمر بقصد كستيريرين كستيريرين يعني هنا بحالة الجنج الزمن كستير ثم نضع IR للجنج الزمن ثم نضع IM أنا يعني كل نهاية أسبوع أذهب إلى الحلاق وأخففه شعري طيب أو أقص أجعله يقص شعري الجملة الخامسة هذا الخبر أسعد الجميع هذا الخبر يسعد الجميع كثيرا سفين سرور سفين دير ميك إسعد إذن هذا الخبر أسعد الجميع هذا الخبر يسعد الجميع أو سفين دير أو سفين دير أو سفين دير هذا الخبر يسعد الجميع أسعد الجميع سوف يسعد الجميع نقول ما نشاء المهم أن نضع في نياته دير ثم نضع لحق الزمن التي نراها مناسبة حسب سياق الكلام طيب الجملة السابعة يرن صبح ساعة يدد سني دا او ين هل أوقذك غدا صباحا في الساعة السابعة أيضا يرن صباح غدا صباحا ساعة يدد في الساعة السابعة سني دا لك أيضا هنا الفعل او ين استيقظ او يند استيقظ يعني جعل أحدهم يستيقظ هل أوقذك نعيد أينماك أن يستيقظ الإنسان بنفسه أينضرماك أن يأتي أحد ويوقيذ الإنسان مثلا بان سني أينضردم أنا أنيقظتك سن أينضن أنت استيقظ إذن يارن صباح ساعة يديدة سندة أينضر نضعه در ثم نضعه هل أوقيذك أينضر يم أيم هل أفعل يارن صباح ساعة يديدة سندة أينضر يم طيب الجملة الثامنة بكذا دون ألتم هذه الكنزة اشتريتها البارحة أما لكنني أريد أن أغيرها ديش مك تغير ديش تر مك تغير أريد تغيرها يعني الشيء إذا قلنا لقد تغيرت سن ديش تن ما الذي أغيرك سني ديش تران شاين دير ديش تر المغير ديش تران المغير ديشان المتغير ديشان متغير ديش تران المغير طيب المهم ديش تر مك استيوروم أريد تغيرها أريد أن أجعلها تتغير بكذا دون ألتم هذه الكنزة اشتريتها البارحة أما ديش ترمك استيوروم لكنني أريد تغيرها هذه نقولها في السوق إذا قلنا نأتي للرجل نقول له مثلا بكالمي دون ألتم أما ديش ترمك استيوروم هذا القلم اشتريتها البارحة لكن أريد تبديله طيب الجملة دوكوزنج جملة الجملة التاسعة إذن هير طرفنا تميزلك تشياء تميزلك تم إذن أمرت عامل التنظيف أن ينظف كل مكان في البيت إذن البيت هير طرفنا لكل بقعة من بقائه تميزلك تشياء للمنظفي لعامل التنظيف تميزلة تنظيف لأن تميزلة ديم نظفته لكن الآن أريد أمرته أن ينظف أريد أن أقول جعلته ينظف تميزلت انتهى بحرف صوتي لذلك نضعوا ت تميزلت إذن أمرت العامل التنظيف أن ينظف جميع أرحاء البيت تميزلك تشياء تميزلت أمرت عامل التنظيف أن ينظف ماذا ينظف أبين هير طرفنا كل جزء من أجزاء البيت ونمجو جملة الجملة العاشرة بيزي بيرنا تنش بيرنا هي التي عرفتنا على بعضنا أو بيرنا هي التي عرفتنا على بعضنا بيزي بيرنا تنش ترد تنش مك تعرف تنش ترمك تعريف إثنين ببعضهما نزمان تنشتنز متى تعرفتم على بعضيكم تنشتنز تعرفتم على بعضيكم تنشتردنز تعرفتم تعرفتم إثنان على بعضيما الجملة الحادي عشر أرقدشم باباسنا ينبر عربي طيب صديقي جعل أباه يشتري سيارة جديدة أرقدشم صديقي ماذا فعل صديقي؟ ألد اشترى أو أخذ ألد سقط القلم ألد جعل يشتري باباسنا ألد جعل أباه يشتري ماذا يشتري؟ بير أربا ألد جعل أباه يشتري أربا يعني بير أربا سيارة جديدة إذن صديقي جعل أباه يشتري سيارة جديدة الجملة الثانية عشر كاردشمي بير زمان هير زمان عفوا أنمي عفوا أنم إذن أمي تنيم أخي دائما أنم أمي هنا هي الفاعل طيب أمي ماذا تفعل؟ يطر 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 نعم يطر مك الفعل انتهى بحرف ت وفي صوتي واحد لذلك نضيف رباعي وار طيب يطرر تصبح يطر مك تنويم ونضع له وقعات القنش زمان أيضا آي بدون نقطة وار فتصبح يطرر أمي كاردشمي يطرر هير زمان أمي تنيم أخي دائما نعيد أمي تنيم أخي يطير تمام تستلقي يطرر تجعله يستلقي تجعله ينام كاردشمي لأخي هير زمان دائما أنم يطرر أمي تنيمه أمي دائما تنيم أخي طيب الجملة الثالثة عشر طبعا لماذا أنم كلمة أنم يمكن نضعها في نهاية الجملة أنم كاردشمي هير زمان يطرر صحيح لكن لماذا وضعنا كلمة أنم قبل الفعل مباشرة لأننا نركز على كلمة الأم يعني دائما أمي تنيمه وليس غير أمي طيب لذلك وضعناها قبل الفعل للتأكيد عليها طيب الجملة الثالثة عشر وننتج الجملة بو فازو يو كيم هذه الفازو هذه المزهرية من الذي أسقطها الفعل انتهى بحرف الشي وفيه صوت واحد لذلك نضعه ربعي وار تصبح بو فازو يو كيم دشج دو من الذي أسقط دشتو سقط دشردو أسقط مثلا بان دشتم أنا سقطت بان سني دشردو أنا سقطتك يعني دفعتك حتى سقطت طيب الجملة الرابعة عشر تقول هير صباح أياك كابلارم كوشدكي بويا جيا بويا ترم مثلا في كل صباح أجعل أجعل منظف الأحذية ينظف حذائي كل صباح أجعل منظف الأحذية الذي في الزاوية ينظف حذائي هير صباح كل صباح أركب لارم لحذائي كوشدكي بويا جيا كوشدكي بويا جيا منظف الأحذية كوشدكي الذي في الزاوية بويا ماك تدهين أو ماذا نقول تدهين بالأصل لكننا بالعربية أيضا نقول بالعامية بويت نعم تنظيف نقول الآن ما الحذاء بويا جيا بويا بويا دهنتو نظفته بويتم جعلته يدهنه يعني جعلته يدهن حذائي باللون الأسود إذن كل صباح أجعله منظف الأحذية ينظف حذائي كل صباح أجعله منظف الأحذية الذي في الزاوية ينظف حذائي هير صباح نضع ت ثم نضع لحق الجاني الزمان يعني I بدون نقطة R ثم نضع أيضا الجملة الخامسة عشر إذن المدرس لا يأمرني بمسح السبورة بل يأمر أحمد المدرس لا يأمرني بمسح السبورة بنا لسل دير يأمر بالمسح سلمك يمسح سل دير مك يأمر بالمسح بنا سل دير ماز لا يأمرني بمسح السبورة أحمد لأحمد سل دير يأمر أحمد مسح السبورة المفعول به هنا هو السبورة تغطيه سيل درمك سيل درمك مسح در التي سنضعها هي الأمر بمسحه المدرس لا يأمرني بمسح السبورة بل يأمر أحمد بمسح السبورة بني عفوا بنا تغطيه سيل درماز أحمده تغطيه سيل درر طيب الجملة السادسة عشر ترافيق بوليسي هزل قدان سرجل ري در درور شرطي المرور يوقف سائقي السيارة الذين يقودون السيارة بسرعة فائقة ترافيق بوليسي شرطي المروري هزل قدان سرجل ري در هزل قدان المسرعين الذين يذهبون بسرعة سرجل ري در سائقي السيارات در مك وقف در در مك إيقاف در دم وقفت در در دم أوقفت سني در در دم أوقفتك در دم وقفت طيب بني در در دم أوقفني در دم وقفت بني در در دم أوقفني نعيد ترافيق بوليسي الشرطي المرور هزل قدان سرجل ري سائقي السيارة المسرعين در در يوقف در الفعل الأساسي نضعه بعده لاحقة أيضا هي در دي وار تعني أمرا ثم نضعه رباعي وار للكينش سمان در 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 وهكذا طيب بقيت عندنا قصة أحمد مع الاترقان مع الفعل المتعدي نفردها في فيديو مستقل لأننا تجاوزنا الثلاثين دقيقة الآن نسألكم خمسة أسئلة ما معنى نبدأ من البداية حتى لا نضيع نعم ما معنى ماذا سيل در دي هذه سهلة أولا ثانيا ما معنى أفتر دي ثالثا ما معنى كوركوتو رابعا ما معنى كوپارد خامسا نعم من هنا ما معنى سرج هذه نحتاجها بالحياة العملية وهي سهلة أربا سرجلري مثلا سرج درس اليوم انتهى لا تنسوا كتابة ما درسناه استخراج الكلمات الغريبة واستخدامها في جمع المفيدة كتابة التمارين والأمثلة على الدفتر وقراءتها بصوت عال ولا ننسى أن نجدد شكرنا للمشتركين في هذه القناة المنتسبين إليها داعمين لها دعما قويا أو متوسطا أو ضعيفا فبجهودنا معا يستمر العمل ويثمر دامت البسمة ترقصة على شفاهكم والفرحة مليئة لقلوبكم ودعمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة